نعود خطوة للوراء. لو كلمنا على حتى نظام روما فإسرائيل بالفعل بترتكب حتى جرائم حرب وعليها إدانات من قبل الاعتداء الغشم على قطاع غزة ونحن نتكلم حتى على سرقة الأراضي وبناء المستوطنات والحق الأذى بالمنشآت وحتى اعتقال المدنيين والاعتداء عليهم وما إلى ذلك وحتى الآن لم نرى أي إدانة أو حتى تصرف قانوني أنا الحقيقة يعني عايزة أقول لكم إزاي الموضوع بيصل إلى المحكمة الموضوع الإيمان الجامعية والتهجير القصري وكل ده دي جرائم اقترامات الهسرية بالفعل لكن القضايا بترفع عمام المحكمة بثلاث وسائل الوسيلة الأولى أنه مجلس الأمن يحقق فيه الموضوع ويرسل إلى المحكمة بأنها تحقق في هذا الموضوع واتدى ناوله لما يجي الأمر من مجلس الأمن المحكمة بتتحرك على طول نمرة اتنين أنه عضو من أعضاء المحكمة يتخدم بشكوى وهناك الكثير من أعضاء المحكمة أعضاء في النظام الأساسي المحكمة تقدموا بشكاوى ضد الجانب الإسرائيلي الحاجة التالتة هي أن المدعي العام من نفسه يرى أن هناك يعني خلق للسلام والأمن العالمي وأن هناك جرائم بترتكب فمن نفسه هو اللي يركع الآن طبعاً الولايات المتحدة في الماضي كانت بتمنع المدعي العام من أنه يعني يستخدم هذه السلطة إنما أنا شايف أن المدعي العام للمحكمة الجانبية الدولية جاء إلى مصر وذهب إلى محب الرفع ومنعه من الدخول وشاهد كل ما يحدث في الداخل من تهجير ومن طيب فهو اسمه كريم خان وهو أصلاً باكستاني حصل على جنسية بريطانية ولكنه يعني مسلم ويعي ما يطع على ظهر الفلسطينيين من قهر وإرهاب فأنا بأعتقد أنه الحل اللي قدامنا وده يمكن ما حدث تقرره الخالص مع أنه حل مهم جداً هو أن نلجأ إلى ما يسمى بالاتحاد من أجل السلم إيه الاتحاد من أجل السلم ده ده قرار اتخذته الجمعية العامة للممتحدة سنة خمسين أعتقد في الحرب الكورية روسيا كانت لم تحضر اجتماعات المجلس فهم انتهزوا فرصة الاتحادة بموجود روسيا وطلعوا هذا القرار هذا القرار بيعني أنه لو فيه بريتش تو زي بيس وثريت تو زي بيس أو أكتوب أجريشن فيبقى هنا في الحالة دي لازم المجلس يتصدى لهذا الموضوع لكن إذا فشل المجلس في التصدي لهذا الموضوع ولم يستطع أنه يتخذ كارب بسبب حق البيتو في الحالة دي ممكن المجلس يحيل الموضوع بكامله إلى الجمعية العامة وهنا يبقى فيه تدخل أقوى الجمعية العامة تتدخل هتقولي طب ما هو ممكن البيتو يعني البيتو ملوس محل هنا يعني حالة الموضوع من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة بيتم بموجة بتسع من المانوس بي أنه يجعل يعني مجلس الأمن يحيله لا يحيله الجمعية العامة نظر اللي فشلوا في اتخاذ من اللي يقدر يتخذ هذا القرار عضاء مجلس الأمن يعني دولة من الدول تتقدم بمسروق وده ما بقاش عليها حق فيتو أو حق النقد يعني لو دولة تقدمت لا لا أمريكا ممكن ما تستخدمش حق النقد اللي عادت حالته لجمال العامة ده ما قالوش حق النقد يكفي تسع أصوات في المجلس يمكن من خلالهم تسع أي تسع أصوات تحويل الموضوع إلى الجمعية العامة بيس؟ دعيس نحن عندنا صين وروسيا ودول أعضاء دائمين حيبقوا مقفل معانا نحتاج لسبع أعضاء من الأعضاء غير الدائمين وده ممكن من خلال اتصالات السياسة خلوات الدبلوماسية والسياسية نورد فارفور إذا تحول الأمر من الجمعية العامة من المجلس الأمن إلى الجمعية العامة في هذه الحالة تقوم الجمعية العامة وبرئيسها أو رئيس المنظمة اللي هو أمين العام للمنظمة باتخاذ نفس الإجراءات التي ممكن أن تتخذها مجلس الأمن يعني ممكن تشكل جيش وممكن تشكل قوات ثوارئ وتتصرف كأنها مجلس الأمن ده مصر قانون فضل فانا وبعدين القرار بتاع الجمعية العامة ده بيصدر إزاي؟ بيصدر بأغلبية من أغلبية المتطقة اللي هي النصف زائد واحد يعني احنا محتاجين لـ 98 عضو الوافقه احنا لسه أخذي قرار في جمعية العامة كان مجوافة عليه 122 فمن السهل ان احنا نحصل على قرار من هذا النوع طيب هتقولي الكلام ده حصل قبل كده حصل حصل في الحرب الكورية لما الأمم المتحدة وفقا لقرار للتحاد من أجل السلم أرسلت قوات لمساعدة كوريا الجنوبية كمان هذا القرار تم تطبيقه في حرب السويس لأنه في حرب السويس كان فيه بريطانيا وفرنسا وإسرائيل اعتدوا على مصر فطبعا أي قرار من مجلس اليوم كن يصدر لأن دول دول العظمى وحيستخدموا لبيتو فراحهم عاملين قرار للتحاد من أجل السلم وتولت الأمم المتحدة أو الجامعية العامة هذا الموضوع وبالكاد استطعنا أن احنا نجعلهم ينسحبون من مصر الحالة الثالثة حصلت فيه الكنغرو لأن كنغرو كان فيه مشاكل واستخدم قرار للتحاد من أجل السلم أيضا في المجر استخدم هذا القرار